السلام عليكم ورحمة الله زيكم يا أحلى متابعين جاية النهاردة أقول لكم على حاجة بخصوص الأوالب تمام؟ يريد ما تتخضعوش زي تمام؟ فيه أوالب زي ما أنا هوريه لكم دلوقتي هي خامتها كويسة جدا بس في نفس الوقت بنتخضع فيها من حيث العنق بتاحها الأوالب اللي هي بالذات الحروف دي تمام؟ أوالب دايقة جدا وهتهضر معاكم ريزن وفي نفس الوقت مش هتديكم الشكل اللي انتوا عايزين أنا هنا بوريكم المادة بس أو المحاطتها أنا عايرت مقدره صغير لأن الأوالب صغيرة بصوا الغيامة بتاعتها طبعا الجواب بدأ يسقع جدا أنا قلبت وحطيت الألوان القالب اللي هو الصغير ده تمام؟ اللي هو فيه اتجان وحاجات برضو نحط نخلق لنا خفيفة بحيث ينزل خط رفية تمام؟ أو ممكن انتوا تعملوا بمعلقة يعني أنا فيه في فوست الفيديو كده أنا كنت بعمل بالمعلقة عشان أنزل بروحها جدا لأن برضو ساعات إيدي بتتقل فبيصرب من الشكل اللي أنا عايزة أمليه تمام؟ أنا دي الألوان اللي أنا عملت بها تمام؟ الأوالب دي خامتها طرية غير بتاعت الريزن خلص هي عادي مصممة برضو إن إحنا نستعملها في الريزن بس عايزة بقى سترينجة عايزة حاجة رفيعة جدا إن إحنا نصب بيها لأن هي ديقة جدا القلب الصغير اللي هو البينك ده تقريبا كان باربيعين جنيه فبالنسبة يعني أنا شايف نواة كتير عليه بالنسبة بقى للشغل بتاعه أنا لأ يعني ما جيبوش أصلا تمام؟ بس أول واحد ما بيعرفش الحاجة أو يعني إن هي إذا كانت تنفع أو تبقى منسبة أو لأ غير لما إحنا بنستعملها ده قلب بقى في يومكات وتجان وحاجات كده زي ما إنتوا شايفين إحنا بنملاق لحد يعني فوق الحرف بسنة بحيث لما هينشف هيهبط حاجة كمان كنت عايزة تكلم فيها بالنسبة ما تهملوش الكمامة بالنسبة لأضراره يعني ما نهملش الكمامة ونحاول نجيب اللي هيب في الطرين عشان حتى لو الريزين ملوش ريحة بيدور بس دات الناس اللي عندها مشكلة بقى في التنفس عندها مشكلة في صدرها لأ الموضوع بيبقى متعب وشفت ناس كتيرة للأسف للأسف تعبوا الناس اللي عندها حاسية في جلدها ما تقلعش طبعا الجوانتي خالص عشان ممكن يسبب حساسية أو طفح جلدي الشغل هو بيتحط يتحط في قوضة فيها تهوية يبقى فيها شباك ما ننامش في القوضة دي يستحسن طبعا إن القوضة دي تبقى خاصة بالشغل بس لو أمكن ما أمكنش القوضة دي ما ننامش فيها تبقى مفتوحة لحد ما الشغل يتصلب خالص وينشف فكده هو خلاص يعني الدرر بتاعه راح أي واحدة بتفكر في الحمل أو حامل طبعا ما تشتغلش في الرزم عشان مغضت جدا الأطفال طبعا البيبات صغيرين برضو ما يبقوش في المكان اللي احنا بنشتغل فيه يعني أنا ما بجي أشتغل أنا مدخل ولادي الصغيرين في قوضة تانية خالص ما بخليهمش ييجوا ناحية الشغل والأطفال الكبار شوية يعني حاول برضو تبعتونوا على الشغل أو تفهمهم لأن ممكن يحطوا قديهم يبصموا يعني يديهم تبصم على الشغل وهو لسه ما نشوفش هيبوز تمام هو مش هيبوز خالص بس ممكن هو يتصنفر ويتلمع فبيبقى مجهود زيادة بعتذر بقى عشان أنا وقفت عشان الصوت اللي كان في الشارع الألوان دي اختيارية يعني أنا حبيت الأشكال الصغيرة دي الأشكال دي اللي أنا هعلقها في المادليات ولو لقيت الأشكال عجباني أو مقتنعة بيها هعملها سلاسة بمفيش مشكلة الأشكال بتبقى رأيها جدا هنا كان في زيادة طبعا القالب ده برضو الصغير بس طبعا أحسن من القالب البينك فكنت بسحب بنقاطة دي أنا كنت وردها لكم فيديو قبل كده هو بقول لكم بجابوش القالب ده خالص لأنه جد صدامني يعني بالنسبة يعني غالي عليه قوي يعني السعر ده جزي نقول لكم هنا بصوا لو طنقية نقط يملى الشكل اللي هي القالب الصغير اللي أنا بحط فيه دلوقتي أنا كنت هعمل البوك مارك ده بس طبعا الكمية تلاتة قليلة جدا فأنا مش مش هعمله أبصوا هنا أنا استخدمت المعلقة عشان خاطر أعرف أدخل الريزن جوه القلب أنا كان عندي سرنجة بس طبعا ما كانتش دلوقتي قصودي فلهو عايزة أخلص الفيديو قبل ما يبني يا صحو بس كده أنا بقى جبت القالب بتاعي اللي هو بحط فيه البوائي بتاعة الريزن أنا كنت هدمجلونين بس لقيت إن الشكل اللي أنا هحط فيه صغير قوي فحطيت نون واحد وبدأت إن أنا أخلص الكمية اللي معي على الأشكال دي برضو بتنفع إن أنا آآ بحطها في المديليات لما بنحط يعني قطع صغيرة كده في المديليات دي بتعلي من سعرها حطينا آآ برونز أو ورق فضة أو ورق دهب أو الحاجات بتاعت التزيين ده برضو بيعلي سواء من شكلها المديليا أو إن هو بيخلي برضو سعرها أكتر يعني أعلى شوية مش على كتير بس على حاجات بسيطة بس في نفس الوقت مش بيبقى السعر هو هو لما أنا أعمل آآ لون لون واحد بس في المديليا أو في الشكل أو في السلسلة في أي حاجة أنا خلطت الحب بس تغيرين على بعض وحطيت عليهم برونز آآ كان ما شاء الله حلو جدا تمام هعمل بس لسلة هوريها لكم دلوقتي طبعا آآ كل نوع ريز بينشف في الوقت معين يعني الدوع اللي أنا بستخدمه ده ممكن يعد يوم أو يوم ونص على حسب الجوة تمام؟ الجوة ده عيسقع فممكن ياخد نوم ونص تقريبا ربا بنشلس الشغل من القلب زي ما أنتم عارفين لحد ما ينشف خالص لأن لو شناي وهو طري لين هيتاني تمام؟ بس بيبقى ليها علاج إن إحنا أنا بوريك هنا اللون معلش آآ بنحط آآ طبقة شفافة بتخليها تتصلب وما تبقاش لينة هنا بقى محطيت البرونز الموف لما تقل بس الأسف الكمية طلعت آآ صغيرة على الشكل فأنا هعمل كمية تانية صغيرة أكمل بيها آآ هوريكه دلوقتي هو لازم أملى لحد الحرف عشان ما تبقاش آآ داخل لجوة كده فأنا الكمية دي ما كملتش آآ هنا عملت بقى الكمية اللي أنا قلت لكم عليها الزيادة تمام؟ كملت الشكل بتاعي السلسلة بتاعي وهعمل حرف آآ بنفس الألوان طيب أنا الحاجة أنا عملتها طبعا محدش يعملها يعني هقولوك على غلط طول أنا عملتها آآ أنا في السلسلة أنا كان الريز انتقل فالبرونز ما رأتش تحت تمام؟ لكن في الحرف أنا استعجلت ما سبتوش تقريبا لخمس دقيقة أو ست دقيقة هو المفروض استنى عليه لما يتقل يبقى على حسب طبعا جو كل بيت بس يبقى قوامه زي العسل تقيل تمام؟ هو هنا البرونز تمام بس بعد شوية هينزل لتحت فاهميني؟ هو شكل حلو برضو بس أنا بقول لكم اللي حابب ان البرونز يبقى وبكده لتكون الفيديو بتاعنا انتهى أتمنى تكونوا استفدتوا حتى لو بمعلومة صغيرة استنوني فيديوهات جاية